جيش الوطني معركة نبع السلام التي تم إعلان عنها في 2019 ودخلت اليوم التالت للعمل حتى الآن قواتنا في الجيش الوطني لجانب قوات الجيش التركي قد أنهت المهمة المحددة لها حتى الآن وفق جدول سير العملية نحن في الجيش الوطني فقط دخلنا قوات تحرير من أجل طرد عصابات البيدي الأرهابية بمجرد تحرير المنطقة المنطقة سنعمل كجيش الوطني على حفظ الأمن مؤقتا رئيسة منتجة تشكيئ دعم مؤسستي الشرطة الوطنية والشرطة العسكري وإنشاء المجالس المحلي بشكل مباشر بعد التحرير مباشرة نحن مهمتنا بفتح ممارات آمنة ودعوة الأهل المدني من أجل العبور باتجاه مناطق المحررة حاليا القرى التي تم تحريرها فيها نسبة من المدنية متواجدة ولا أي انتهاك وصل لأنه في عنا كل مجموعة تم إرسال لمجموعة أمنية مع المجموعة العمل العسكري ومجموعة إدارية عم تراقب العمال العسكري ورح تمنع بقدر الإمكان حدوث هكذا حالات وجهنا رسالة تطمينة لأهلنا في شرق الفرات بكل مكوناتهم من عرب وكرد وسوريان وأشور ومسيحيين بأننا قوات تحرير لسنا قوات احتلال التفهم طبيعة عمل الجيش الوطني وهذا بيسهل كثير العمل المشترك ما بين الجيش الوطني وما بين أهلنا المدنيين في المنطقة الشرقية نحن دعيناهم ليتحرروا من قيادة البيدي ويتشبسوا بأرضهم نحن ما نضد أي مكونات سنعمل على دفع عملية التعايش السلمي الأهلي بين كل مكونات سوريا ونحن كجيش الوطني هدفنا تحرير كافة سوريا من كل الإرهاب تداءة من إرهاب بشار الأسد مرورا بإرهاب داعش اللي احنا بداية من قتلنا في المنطقة وصولا إلى إرهاب البيدي لذلك نحن نأمل أن تكون سوريا موحدة لكل أبناء